اخش محل شوية او لسه عايزين تكلم أعلامي؟ ايه يلا بينا انا عايف انت تحب العلامي بس انا عايز اخفف عليك شوية وطء خلاص يا يا كريم عايز اقولك براهيب عمل حفلة فوق في... ايه طرق ضهليش ليلة عندنا انا شايل برطة انا الوحيد انا الوحيد دي انا عايز هيكم مبسوط معديش مشاكل مبسوط عايز اعودتكم لي حاجة مهمة جدا قائمة منتخب مصر قائمة منتخب مصر هل شفت فيها أي مفاجئات؟ هل شايفها منطقية؟ هل شايفها سليمة؟ هل كنت شايف فيها عناصر مش المفروض تخش؟ هل كنت شايف أن فيها عناصر المفروض تخش؟ أكتر قائمة منطقية في العشرين سنة الأخيرة المنتخب مصر لا أبالغ أنا فتحت القائمة وقت ما تم إعلانها ملائتش اسم واحد أنا مختلف النموين 10-10 عشان فيه 2006 و2018 لا لا هذه قائمة كان شوية مشاكل كان لعبة اللي موجودة كانت شفها ما تبقاش موجودة بفيش لعيب من اللي كانوا موجودين كانت شفها موجودة بزرعة الحلاوة طبعاً يعني حتى لو عندك قناعة بلعيب تاني هتقول ما هو أصل مكانه فلان ففي ظل الشح اللي موجود وفي نظرة المواهب وما فيش الكواليتي اللي تسمح بحجم التنفسية اللي كل الجيل اللي انت بتتكلم علي يا كريم ولا أنا دايماً نفسي نوصله بس يعني بنزلم نفسنا كتير وبنعيش في حالة من الكابة لما بنقارن بجيل ما تقارنش بالجيل ده لا على صعيد الجماهير الأندية ولا على صعيد جمهور المنتخب أرجع لك تاني لقائمة المنتخب يا كريم لا أنا شايف أنها واحدة من أكتر القوائم منطقية جداً كل لعيب واخد حقه تماماً حتى خلينا جاء أقول لك أفلك عند لعيبة بأسماءها اللي أنا كنت شاف أنها تستحق ومع ذلك لما عدت بصتها القائمة لقيت أنه اللعيب آية استحق لكن ما كانه فيه زحمة يعني اللعيب التاني اللي تاخد مكانه الدينة قريبة جداً لكن إن أنا باخد في كل position لعب أو اتنين مع اللعب الأساسي فده اللي بيخلينه في آخر منطقية حسين الشحات طبعاً الرن اللي عام له حسين الشحات في 13-14 مباراة الأخيرة في مركزه طبعاً كان يسمح له أنه ينضم المنتخب مصر آه position محجوز طول الوقت لمحمد صلاح أمر منطقي يحطه على جن طب مين وراه مين في ظل الحالة أنا هنا لأبقار إما باللعيبة ولا quality ولا الحالة اللي عليها اللاعب تسمح بضم مين هتلاقي إنه فيتوريا واخد زيزو واخد نصال فاتح اللي بالمناسبة بيقدم مردود ممتاز الموسم الحالي مع بيراميد فالمكان زحمة يعني زيزو ولا حسين الشحات دلوقتي دلوقتي حسين الشحات طبعاً طبعاً لكن روي فيتوريا من المدربين اللي بدورها الحاجات معينة في كل لعب خاصة إن اللعيب اللي أنا واخده مش واخده يلعب أساسي عشان بس الأمر تبقى واضحة روي فيتوريا ما هو في الـ position ده لا بتكلم هنا بنتكلم على scale wing right في منتخب مصر اللي هو المركز اللي ما فيهوش منافسي عرفي يعني مركز مصراح ومحش هي نفسي الجناح الأيمن ده قصته خالصان فأي لعيب تاني أنا هاخده لعيب مختلف لعيب احتمالاته إنه يشترك قليلة جداً أو هاخده واضحه في مكان تاني لأنه احتمالات تواجد محمد صلاح ربنا يحفظه ويحفظ كل اللاعبين يعني 99% طب حسينش هامل قبش مال يلعب بشمال ما هتروح ناحية تانية متواهج جداً عمر مرموش مع عبد الفلس بورك متواهج جداً فقصة إن أنا هاخده أغير الـ position بتاعه عشان أودي الناحية التانية في برضو مش هيلعب أساسي أنا عندي حد فعي وأنا عندي عمر مرموش متقلق والرجل بيميل روي فيتوريا بيميل ترى ما عندي لعيب لعيب محترف بيشترك وشغال كويس مع الفلع اللي بلعب فيها تأكد إنه موجود